رح نتابع فقرة هنا وهناك ومحليا في إطار الإبداع الذي يقوم به الأشخاص وخصوصا أصحاب المواهب في هذه الفترة من طرق للترفيه أو التخفيف عن الناس وتغيير الأجواء عزف كمان يقوم بالعصف لجيران الحي أو الناس المارين في الشارع نشاهد معنا اشتركوا في القناة رائعة يعني تفاؤل ونشر الطاقة الإيجابية دائما مطلوبة شكرا لهذا العازف الخبر الثاني قدم العشرات من المواطنين الأمريكيين التحية إلى دكتور أمريكي من أصل باكستاني على مجهوده في اختراع جهاز تنفس صناعي يمكن أن يعمل عليه سبعة مرضى في وقت واحد العشرات ذهبوا في تظاهرة إلى منزل الدكتور سعود أنور الذي أنهى دراسته الجامعية في كراتشي ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشكروه على ما صنع الدكتور سعود أنور اختصاص أمراض الرئى تحرك بعد شكوة حاكم نيويورك من أندرو كومو من قلة أجهزة التنفس الصناعي المخصصة لمرضى كورونا في الولاية قلة الأجهزة دفعت الدكتور سعود أنور إلى التحرك من أجل إيجاد بداء المحلية دون الاعتماد على الدعم المركزي من الحكومة الأمريكية حيث استفاد من ورقة بحثية قدمها باحثون في عام 2006 تضمنت مثل هذا المقترح نشاهد الخبر الأخير لجأت قرية في إندونيسيا إلى طريقة غريبة لمساعدة السلطات في إبقاء الناس بمنازلهم للحلولة دون تفشي فيروس كورونا وذلك عبر الاستعانة بالأشباح فقد أصبحت قرية كيبو الإندونيسية مؤخرا مسكونة بالأشباح حيث يمكن رؤية كائنات مغطاة برداء أبيض بالكامل تقفز لتفاجئ المرة ثم تختفي تحت ضوء القمر وأشباح كيبو ليست حقيقية فقد نشرت القرية هذه الأشباح لتقوم بدوريات في الشوارع على أمل أن تعمل هذه الخرافات القديمة في إبقاء السكان في منازلهم بأمان بعيدا عن فيروس كورونا الجديد ورغم مسعى القائمين على هذه المبادرة في ترسيخ التباعد الاجتماعي بالقرية فقد كان لهذه الأشباح تأثير عكسي منذ أن بدأت في الظهور هذا الشهر فبدلا من أن يبقى الناس في منازلهم خرج بعضهم ممن لديهم الفضول لرؤية هذا الظهور الندر يعني هكذا نكون وصلنا لنهاية فقرة هنا وهناك نتمنى تكونوا استمتعتم معنا رح ننتقل للفقرة المنتظرة من العديد من المتابعين فقرة الشيف الرائعة ولنا يروخوا الرائحة دائما هنا يعني شيف يعطيك ألف عافية شكرا لبراه